إنجاز مشروع سكني بحياء السباق في بلدية الأربعاء بولاية البوليدة التابع لأحد الخواس أثار حفظة سكان المنطقة المعترضين للمشروع والذي ينعدم للمعايير القانونية والأمنية حسبهم لدينا قطعة الأرض هذه الموجودة هنا في الحيطانة لدينا شخص هذا استولى عليها لدينا رخصة البناء لم نعرف لذلك هذه رخصة البناء طلبنا من السلطات البلدية لدينا رخصة البناء لم نعرف لدينا رخصة البناء ويجي لك يجي يبني لازم يراعي الارتفاع العمارة ويديه هكذا باش يقدر يبني وكي لبني تروازي طاش يا ويجي تروازي طاش هنا يا سمعنا أديو علينا أخلاص كما يقول لك هو الدار تسمى قبر الدنيا ولكن يدفنه وإحنا حيين انت يروح يديلي تروازي هكذا يغمني ماشي هكذا المحتجون طالبوا بتدخل ويل البوليدة وإفاد لجنة تحقيق في القضية نطالبوا من ناس اللي يعني يرام يشوف في الوضعية هذه هذه وضعية ظلم نحن نطالب من السلطات توضيحات من أجل كيف هذا الشخص يبني وسط عمارتين من السلطات في أقرب وقت يخرجوا لنا رحنا للمير قال لك أنا ما نش عارف شاف دايرا راكونجي نطلب من السيد الولي تاع البليدة ربي يستطروا يخرج لنا في أقرب وقت إنجاز مشاريع سكنية في مساحات وسط التجمعات السكنية بتتثير الكثير من الجدل والبلبلة وسط السكان وفي العديد من المناطق بولايات الوطن حول الكيفية التي تم بموجبها منح هذه القطع الأرضية للخواس والتي كثيرا ما كانت تخصص لإنجاز مساحات خضراء أو مرافق ترفيهية لتحول في الأخير إلى مشاريع تجارية محظى خارجة عن القانونة ترجمة نانسي قنقر